الله سمعناه كتير في الدراما وبنفهم انه مرض نفسي وتلاقي بقى في واقع في ارض الحياة ناس كتير جدا تقول دي ملبوسة او ده ملبوس ركبوا عفريت بقى جن والحاجات دي وبسمه احمد الرحيم وربنا يعفينا وربنا يشترها علينا والحاجات دي انا لا انكر وجود الجن والحاجات دي لكن بشهادة الشيوخ قبل ما يكون بشهادة الاطباء النفسيين بشهادة دار الافتة قبل ما يكون بشهادة الدكاترة والطب النفسي بيأكدوا ان ده اسمه مرض ببساطة الفصام ليس له اي علاقة لا بعفريت ولا بجن ولا باي حاجة من دي ايه اعراضه وايه مضعفاته وازاي انا كاهل اكتشف ده عند ولادي وازاي اعالجه لقدر الله ده اللي هنعرفه فيه حلقتنا النهاردة مع دكتر هشام رامي استاذ الطب النفسي زيك يا دكتر اللي بيطلع اصوات غريبة اللي بيعمل مش عارفة ايه لي يقول لك اصلا في حد لبثني اصلا كده هو ده 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 مريض فصام في معظم الاحوال فعلا ده مريض فصام ومن اهم الاعراض انه عنده حاجة اسمها اوهام وحاجة اسمها هلاوس اوهام بمعنى انه هو بيعتقد في اشياء غير حقيقية انها حقيقة واقعة بمعنى انا مثلا مركبين لي جهاز في دماغي بيقرأ افكاري ويبقى مقتنع ان هذه حقيقة دامغة ورغم طبعا انه فيش حاجة اسمها كده هو مش بيكذب لا لا هو عنده قناع هو مقتنع والمرض بتاعه بيخليه توهم اشياء ويعتقد انها واقعة الحاجة التانية العراض المميز لهم جدا هو منطلق عليحنا الهلاوس بيسمع ويرى اشياء لا يسمحها ولا يرى غيره يعني نبقى عاديين كلنا لا يوجد اي شيء خالص هو سامع صوت بيكلمه ويساعات بيدي له اوامر او بيشتموا او بيغينوا فدالي يقولك بقى الجن لابسه عشان كده دايما الناس تقول الجن ايه لابسه او بيكلمه لكن هناك اعراض اخطر ولكنها اقل حدة تدهور في قدرته على التركيز او الاستيعاب او اقامة حوار او الشغل او المذاكرة وده الحقيقة بتبقى اول اعراض دايما يجي لنا المريض كالقاتي يقولك من كمس سنين ابتدى مستوى الدراسية تضاف احنا قلنا ان هو ما بيحبش الدراسة وبعاديها ابتدى ينعزل وما يقابلش حد ويهمل في نظافته ويهمل في اهتمامه ومظهره كل ده الاهالي بتعديها بعديها بكذا سنة يبتدي يصير عليه الاعراض اللي هي بيسميها الاعراض الواضحة اللي هي بيكلم بقى حد مش موجود بيتوهم اشياء ثم تبدأ بقى الحاجة الخطيرة جدا الاراض السلوكية اللي هيبتدي يعمل اللي بيسمعه يعمل رد فعلي للأوهام اللي عنده فيعتقد مثلا هقولي حقيقة مريض حقيقي معتقد النجرين مسلطين عليه إشاعة بتحرق لبوخه لا يلال لله فيبدأ بقى يشتمهم يبدأ يطلع فوق عشان يعتدي عليهم دي اللحظة اللي الاهالي تتحرك فيها لما بتلاقي سلوك قريب وبيعمل مشاكل بالضغط طبعا ده متأخر جدا لأن عدة سنوات طويلة والمرض موجود بدرجات متفوتة وبيزيد بيسوق وعمال يزيد يزيد لدرجة انه وصل انه بيأثر على سلوك البناء ده لو ما تعالجش خالص هقولي حاكلك او الشادر المشاهدين مثال لتدهور هؤلاء المرضى بعض الناس ساعات وإحنا ماشيين فوق كوبري ستة اكتوبر او بعض الشوارع نلاقيه رث الثياب مهمل في نظافته وماشي بيشاور للعربيات ايوه ايا دي نهاية مريض الفصام لو لم يقوم